بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أرحب بكم طلابي في الفصل الثالث من هذا المكرر علم النفس التربوي وهنتناول في هذا الفصل نظريات التعلم تعالوا نشوف إيه اللي هنأخذه في نظريات التعلم أولاً لابد أن نسأل نفسنا سؤال ما هي النظرية النظرية يعنيه النظرية عبارة عن إطار عام بيشمل حقائق وقوانين حول موضوع معين يعني وجهات نظر لفرد أو مجموعة من الأفراد حول موضوع معين قاموا بتطبيق هذه الوجهات النظر بانخلال التجربة وبدأ يخرج ببعض النتائج ولذلك سمية نظرية تعالوا نشوف أولى هذه النظريات اللي هي النظرية المشهورة جداً اللي هي النظرية السلوكية من أشهرها نظرية إيفان بافلف للتعلم الشرطي الكلاسي إيفان بافلف ده أحد علماء أحد الأطباء الروس وهذا العالم كان هو بداياته في نظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي اللي هي بتركز على المثيرات والاستجابات الفعل وردة الفعل أي أن لكل مثير استجابة معينة تعالوا نشوف بالتفصيل إيه هي النظرية دي نظرية التعلم لإيفان بافلف من أشهر النظريات اللي بتفسر التعلم إيه الفكرة الأساسية فيها؟ طبعاً فكرة الأساسية ومشهورة بتجربة الكلب وإسالة اللعاب؟ الكلب وضع طبيع حينما يكون جوعان يسال اللعاب إذا رأى الطعام فأصبح إسالة اللعاب هي استجابة طبيعية لمثير طبيعي وهو رؤية الطعام أثناء الجوع يبقى إذن الكلب حينما يكون جائع إذا رأى الطعام يبقى الطعام بالنسبة له مثير طبيعي والاستجابة الطبيعية هي إسالة اللعاب عمل إيفان بافلف إيفان بافلف راح جاي بدأ يكرن ما بين مثير طبيعي ومثير غير طبيعي المثير الطبيعي اللي هو الطعام بدأ مثلاً صوت أقدام الحارس يأتي بعد أقدام الحارس يأتي الطعام يبقى إذن صوت أقدام الحارس هو مثير غير طبيعي يسبق المثير الطبيعي اللي هو الطعام فبدأ الكلب يعمل عملية اكتران ما بين المثير غير الطبيعي اللي هو صوت أقدام الحارث وما بين المثير الطبيعي اللي هو الطعام بدأ يحصل منهم اكتران أكثر من مرة فبدأ الكلب حينما لما حدث التكرار حينما يسمع صوت أقدام الحارث يحدث إسالة للعاب إذن الطعام يمثل مثير طبيعي اللعاب استجابة طبيعية لا ده هو عمل اكتران بحيث ان نوصل الى درجة ان صوت اقدام الحارس او صوت الجرس اللي بيسبق قدوم الطعام هو يمثل مثير شرطي او مثير غير طبيعي بدأ مع الاكتران مع المثير الطبيعي يحدث الاستجابة الطبيعية اللي هي اللعاب وفي هذه الحالة حالة حدثت مع صوت الجرس تسمى استجابة شرطية ده هي التجربة الخاصة بيفان بافلف تعالوا نروح سريعا على شروط حدوث هذا التعب عندنا اول شرط الاكتران كما تحدثنا لابد ان يكون اكتران ما بين المثير الطبيعي اللي هو الطعام والاستجابة الطبيعية عدة مرة ايضا تكويت الرابط بين المثير الطبيعي والمثير الشرطي لازم ان انا اكرر مرة اثنين وثلاثة ييجي الحارس او اضرب جرس يأتي الطعام اضرب جرس يأتي الطعام اضرب جرس يأتي الطعام هنا انا اقول رابطها بين المثير الطبيعي وهو الطعام وبين المثير الشرطي وهو صوت الجرس ثم التحكم في الظروف الطبيعية المحيطة أو التجربية اللي هي خاصة بعوامل التشتت ثم النقطة الأخيرة اللي هي خاصة بالتحكم في الظروف التجربية بكيدا بنتهينا من نظرية إيفان بافلوف للتعلم الشرطي الكلاسيكي اللي هم التلات شروط ألكتراني الزمني وتكويت الروابط بين المثير الطبيعي والشرطي والتحكم في الظروف التجربية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته